موسيقى طبعاً أنا وعمر لازلنا في الرز وكيف ينطبخه السليق قاعد تعلمني كيف ينطبخ السليق هسوي لك ويوم عشان تجربه خلينا أف تكفين من الأكل إلى الدراسات حول تأثير التدخين على صحة القلب والرئتين والكبد وحتى العينين إذ أن دراسات عدة ركزت على تأثير التدخين السجائر أو الشيشة على كثير من أمراض العيون والتي قد تتوصل إلى ضف كبير في النظر وحتى العما لمناقشة هذا الموضوع ومدى صحة هذه الدراسات التي تتحدث عن تأثير التدخين على العيون ينضم إلينا من جدة دكتور محمد حنيترا استشاري طب وجراحة العيون حنتيرا عفوا السادة محمد مرحبا بك صباح الخير نعتذر طبعا عن الخطأ يا أهلا وسهلا بيك صباح لك حنتيرا كده صحيح حنتيرا راح السؤال التفاعلي رهيب جدا السؤال التفاعلي تعبني بصراحة قاعد في الستوديو بتقطع يعني أهم شي شاركت يا دكتور ولا لا ما يتقلش فتت الموزة والملوخية ما ينفعش يعني كيف ما مش اسوككم الدكاترة يا دكتور طيب دكتور خلينا نتكلم على موضوع الدراسة هذا يعني ايش العلاقة المباشرة في التدخين على العين كيف نبسط الفكرة شوف عمر هي فكرة التدخين أساسا بتعمل تهيج للأقشية المخاطية في كل الجسم ده حاجة تاني حاجة بتقلب بالتهاب ولما التهاب ده بيبقى مزمن للأسف ممكن يقلب لسرطانات تعالى شوف كده مع بعض ملاش ندخل حتى جوه العين ملامح المريض أو المريضة اللي جايين دخلين عليك العيادة وهو مدخن من غير ما تسأله بينا خالص لكل الناس دايما تجعيد الوش هنا تشوف تجعيد الوش على طول عليها أو عليه والحطة هنا تجعيد الوش هنا سواد تحت العينين احمرار دائم عينه جفة ولو البنت بتلبس عدسات سواء ملونة أو ولد بيلبس عدسات للنظر بعد فترة ما يقدرش انه هو يتحمل لأن الجفاف الكتير اللي بيبقى موجود عنده والأربع تلاف أربع تلاف مادة سمية موجودة في التدخين سواء كان سجاير أو شيشة ده بيلزقوا على السطح البلاستيكي بتاع العدسة الله ده الحاجات البسيطة اللي انا بتكلم عليها دكتور بالنسبة للعيون احنا بكرنا بكرنا انه ممكن قد يسبب العمى فهل في يعني ايش الخطر المباشر كيف ممكن يوصل للعمى لقدر الله نفس التهيج ده نفس التهيج ده يا مهى بيحصل برضو داخل العين وهي دي الأحدث الدراسات بقى أثبتت ان المياه البيضاء تحدث في سن مبكر ايه المياه البيضاء دي؟ هبارة عن عتامة في عدسة العين وعدسة العين هي أهم عضو بيركز الصور على شبكية العين احنا متعودين ان المياه البيضاء بتيجي بسن كبير خمسة وخمسين سنة ستين سنة بقينا بنشوفها يا مهى بسهولة عند خمسة وتلاتين واربعين سنة انخفاض في الرؤية تدريجي وجد دراسة قالت ان لو الشخص بيشرب سجير علبة تقريبا اموة وحددوها بالضبط خمستاشر سجارة او اكتر في اليوم على مدار سنوات هجيلوا مياه البيضاء في سن مبكر طيب والإصابة لا مش كده بس تتأثيره كمان على شبكية العين نانسان ما احنا عارفين ان النيكوتين بيأثر على الاوعية الدموية واحنا عندنا في المملكة العربية السعودية اشهر مرض هو السكري يمثل خمسة وتلاتين في المية من الشعب السعودي مصاب بسكر فكمان لما يشرب سجاير او شيشة للأسف بيتدهور من حالة للاضعف 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 وممكن يأثر بعد كده تأثير الاكثر التأثير الاكبر يا دكتور على العين من التدخين هل هو من جراء يتصاعد الدخان الى العين يعني بعض المدخنين احيانا تلقاه يتضايق فيغمض عيناه او تدمع احيانا عيناه مع السجائر او تدخين السجائر ام ان لا الموضوع لا سؤال حلو شوف يا سيديه هو بيشتغل بالطريقتين لكن الكلام اللي انا بقوله عشان يوصل جوه العين يوصل عدسة عين فيها ماء بيضة يأثر على شبكية العين فيعمل فيها تأثير على شبكية العين ده من خلال اللي استنشاقه منه بيدخل للدم لكن الجزء الاولاني من التأثير الخارجي من ناحية الجفاف من ناحية التحسس لعنسات اللاصقة الاخ الاخ ده بيكون من الدخان بتاعه المباشر جميل طب دكتور يعني ممكن لا يخفى على احد الاثار السلبية للتدخين على كل اعضاء الجسم ليس فقط على العينين واكيد برضو لا يخفى على احد انه كل مدخن نفسه في يوم ما يوقف هذه العادة يقولك من السنة الجاية بعد فترة بعد كم شهر يعني نية موجودة لكن الى ان يحدث ذلك كيف ممكن المدخن يحافظ على عينه يعني باكبر قدر ممكن ينقذ ما يمكن انقاذه شوف يا ستي هو طبعا كنا احنا بنقول في الفترة السابقة يا جماعة في حاجة اسمها سجاير الالكترونية ما فيهاش الاربع تلاف مادة سمية ودي امنة بشكل كبير الكلام ده ما بيناش نقوله خالص دلوقتي بعد منظمة الصحة العالمية اصدار التحذير ان استعمال السجاير الالكترونية خطر وحتى وزارة التجارة بدأت هنا في المملكة العربية السعودية ما تسمحش ببيع هذه السجاير الالكترونية والمانيا منعت تماما في مناطق معينة استعمال حتى السجاير الالكترونية فده واحد لازم نتكلم فيه هذا خيار من تلك تاني حاجة اه 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 تاني حاجة انا شايف الحقيقة ان اللسقات والجاميز اللي هي بداي للنيكوتين بتلعب دور مهم جدا التوعية اللي احنا بنعملها وفيه حاجة مادية احب انوها عنها دول الخليج طول ما الضرائب بتاعتها على هذه المنتجات اوليلة واسعارها اوليلة هيخلي دايما يخلينا من اكتر الدول على مستوى العالم استعمالا للسجاير فعلى سبيل مثال المملكة العربية السعودية في تعداد الدول العربية هي رقم 10 وبيستهلك فيها الفرض المدخن متوسط على مستوى السنة 1000 يتربى على العرش لبنان 2000 وشوية وفي اخر الطائمة خالص الصومال لان ضرائب عليها عالية جدا جدا وتكليفتها عالية جدا جدا 70 سجارة سنوية فلازم ان احنا نرفع الاسعار بتاعتها عشان اللي ما اضرش هنضغط عليه فهنقل الجزء كبير هناك توجه نحو هذا هذا من بعض الاعدادي نهو وفرض ضرائب على المنتجات التدخينية بس انا ابشرك انه هيكرهو كل مدخنين يا دكتور بس لصحتهم ايه بالضبط ايه حاجة بس كنت عايزة اقولك عليها فكرة حلوة قوي عملتها تشين من الصيدليات في امريكا اسمها CVS عملت ايه نوع منها اللي بيبطل لو قدر يعدي عليه ثلاث شهور متصلين من التوقف والامتناع عن التدخين يبقى يقدر ان شاء الله انه هو يكمل بالت حط خمسين دولار ايه لو خلص الثلاث شهور هتاخدهم مين بعد ثلاث شهور تانين هتاخدهم مين بخمسين لو عديت السنة هتاخدهم تلتمية دولار لكن لو رجعت تاني للسجاير خلال الثلاث شهور الفلوس دي بتاعته طيب اللجوء لبعض القطرات يا دكتور اللي هي محاولة ترطيب العين هل هذه لها مضار خصوصا انه صار الشخصي دخن كذلك لا بس جميل جدا انا مصوط اوي 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 عمر انت فتحت الباب ده الحقيقة يا عمر ما بيستعملوش اطارات الترطيد ياريد بيستعملوا اطارات الترطيد في اطارات وانت يمكن تسمعناها مش عايزة سقول الاسم بتاعها قابضة للأوعية الدموية عشان ايه تبيض العين اه تشيل الحمار ما يبنش بقى وهو معدي في لجنف كذا طالع مثلا رايح مقابلة حاجة زي كده دي الاطارات بقى اللي احنا مش عايزين ان هم يستعملوها ليه لان الاستعمال بتاعها المفرط صحيح مؤقت كان هو بيبيض العين بس بيعمل على المدى الطويل جفاف شديد جدا فلازم ناخد بالنا من القطرات المبيضة ننصح بالقطرات المرطبة وليس القابضة للأوعية الدموية شكرا لك يا دكتور محمد حنتيرا استشاري طبوة جراحة العيون تكلمنا عن تأثير تدخين على العيون شكرا يا دكتور